لا شيء أوجع للقلب من عزيز يذبل كزهرة أمام ناظر أهله بينما هم عاجزون عن إنقاذ حياته أو حتى إيقاف وجعه ولو مؤقتا على مرءا من الحكومة والمنظمات الدولية المعنية تستمر معاناة نحو 35 ألف مصاب من ضحايا السرطان في اليمن حتى الآن حالة ليست مستقر كما شفتوا الآن سبب له هزل في لهذا وإنما نحن لحد الآن نقبله من المعارف نتبرع له شيء بالدم لحد الآن تلقى أربع أول وأربع وحدات وبعدين أربع وحدات وبعدين أربع وحدات دم بس يقول لكم أنه العلاق يحتاج في الخارج هذا بالنسبة لي مستحيل أنا ما أقدرش آهات وأوجاع تشق القلب ولا مجيب من عدن هذه المرة يتجدد نداء الاستغاثة لإنقاذ ضحايا هذا المرض العضال أمام عجز رسمي عن تغطية الحاجة الدوائية اللازمة لإنقاذ حياة المئات نحن نفتقر لكل مقومات الخدمات الصحية في أقل مركز للأورام في أي دولة من الدول العربية ما نقولش دول أوروبية ولكن العربية نحن حتى المواد التنظيف نأخذها دعم من جمعيات خيرية المواد المحالية المخبرية برضو نأخذها من جمعيات خيرية المواد اسمها العلاق الكيميائي برضو يؤتى من تبرعات من جهتها اكتفت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بالتحذير من أن 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع التمويل اللازم لعلاجهم أكثر من ذلك كما قالته اليونسيف على صفحتها في تويتر إنه لا ينبغي أن يعد السرطان بمثابة عقوبة إعدام لكنه في اليمن أصبح كذلك وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن توفر علاج مرض السرطان في اليمن صار خيارا غير متاح لـ 30 ألف مريض بالسرطان منهم حوالي 12% من الأطفال الذين يعجزون عن توفير تكاليف العلاج وضع يجدد التساؤل الطبيعي حول دور الحكومة ومن الذي ينبغي القيام به للحد من الخطر الذي يتهدد حياة مرض السرطان وإلى متى سيستمر هذا الوضع على ما هو عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر